أعزائي طلبة طالبات السنوية العامة القسم الأدبي داريسي مادة الجغرافيا أهلاً ومرحباً بكم النهاردة أعزائي بنتقابل تاني من جديد علشان نكمل مع بعضينا الدراسة التفصيلية للحدود السياسية اللي اتكلمنا فيها عن الحد السياسي المفهوم والفرق بينه وبين التخوم حتى شكل الحدود قديماً اختلف عن حديثاً وكمان شفنا العوامل اللي قدت لظهور الحدود السياسية وانتقلنا بعد كده للحديث عن فوائد وأهمية والأدوار اللي بتقوم بيها الحدود السياسية لكن السؤال اللي كان دايماً في أزهاننا هو شكل الحد السياسي وأنواعه عبارة عن إيه يعني إمتى نستخدم بحر بيفصل بين دولتين وإمتى بنستخدم نهر بيفصل بين دولتين وإمتى بيكون الفاصل بين الدولتين لغة أو دين معين ده كله حنشوفه في حلقة النهاردة في عنوان حلقة النهاردة وهو أنواع وتأسيمات الحدود السياسية على مستوى العالم أنواع وتصنيف الحدود السياسية على خارط العالم ممكن يا جماعة نصنفهم على أساس معيارين إما أن احنا نتكلم على الحدود الطبيعية أو نتكلم على الحدود البشرية لو هنتكلم على الحدود من الناحية الطبيعية فممكن نقسم الحد الطبيعي اللي ممكن يكون بين دولتين ليس الإنسان دخل فيه على هيئة جبل فنسميها جبلية أو نهر فنسميها حدود نهرية أو بحيرة فنسميها بحيرية أو بحر فنسميها بحرية ممكن نقسم ونعتمد على التأسيم على حاجات خاصة بالبشر فنسميها حدود هندسية سواء كانت فلكية أو خطوط هندسية أو نسميها حضرية أو إسنغرافية اللي هي أصده هنا نعتمد في التأسيم بين الدول على اللغة وعلى الدين يلا بنا يا عزيزي نبدأ بالحدود السياسية الطبيعية التي يتم ربط الحد السياسي فيها بالظاهرات الطبيعية شيء طبيعي نبدأ في الأول بتعريف الحد السياسي من البعد الطبيعي اللي هو الحدود الطبيعية يعني إيه حد طبيعي يا جماعة الحدود الطبيعية هي تلك الحدود السياسية التي يتم رسمها على أساس ظاهرات طبيعية واضحة زي الجبال والبحار والبحيرات والممرات الملاحية والخلجان تعد من أقوى الحدود اللي بتفصل بين الشعوب ويصعب اختلاقها وإن كانت تختلف درجة فصلها بين الشعوب تابعا لخصائص الظاهرات الطبيعية على امتداد خط الحدود فمثلا الجبال أكثر منعة وقوة من المستنقعات كحدود سياسية بين الدول تنقسم الحدود الطبيعية إلى جبالية نهرية بحيرية بحرية يلا مع بعضين نبدأ دلوقتي الحدود الجبالية هناخد مقارنة كده في الأول لو جبل بيفصل بين دولتين يا جماعة يترى إيه هي مميزات الجبال كحدود وعيوب الجبال كحدود مميزات الجبال كحدود هي ظاهرة ودائمة ومرئية وعريضة أيضا ظاهرة وعرة وقللة السكان أيضا صالحة لتكون حدودا فاصلة بين الدول تعتبر خطوط دفاع تستغلها الدول في إقامة التحسينات للدفاع عن نفسها ضد الغزو الخارج لكن أكيد في جانب سلبي للجبل لما هيلعب دور حد سياسي بين دولتين أيوة يا ترى إيه هي بقى عيوب الجبال كحدود سياسية تعتبر هنا بقى عامل فصل وليس وصل يعني صعب جدا ننتقل من دولة لدولة لو في جبل بينهم تعرقل حركة الانتقال على جانبي يا ترى عندي أمثلة على الكلام ده طبعا عندي أمثلة على الحدود السياسية الجبلية عندي الحدود السياسية كمثال بين تشيلي والأرجنتين على طول امتداد جبل الانديز اللي هو أطول حد جبل في العالم وده يا جماعة واضح قدامي على خريطة هوا عندي دولة تشيلي عبارة عن شريط ساحلي ضيق هوا في غرب أمريكا الجنوبية ممتد تقريبا من نصف الكرة في الأطراف الشمالية حتى أقصى الجنوب هوا لكن بيفصل بينها وبين الأرجنتين على طول الخط ده جبل الانديز أيضا في عندي الحدود السياسية بين فرنسا وإسبانيا على طول جبل البرانس زي ما هو واضح قدامي كده على خريطة أن في الشمال دولة فرنسا في الجنوب دولة إسبانيا بيفصل في النص بينهم جبل البرانس حتى في دولة صغيرة اسمها أندورا دي من الدول الحبيسة لما نجي نتكلم على الدول في عندي الحدود السياسية بين الهند والصين من خلال جبل الهيملايا ودي بتمتدر مسافة 3500 كيلو متر انت متخيل لما همشي بالعربية كده 3500 كيلو متر هلاقي على يميني كده أو في الشمال الصين وفي الجنوب دولة الهند يبقى دي كده نمازج للحدود الجبلية اللي بين الدول خد نتشيلي والأرجنتين اسبانيا وفرنسا والهند والصين في معلومة اسرائية بتقولي بيوجد في أعلى قمة من الجبال ما يعرف بخط تقسيم المياه يعني من المطر لما ينزل يا جماعة على الجبل حيت اسم ناحية الدولتين البوينت اللي فودي اسمها بقى خط تقسيم المياه إذن ما هو خط تقسيم المياه هو خط تقسيم وهمي يمر بكمم المرتفعات بحيثه إذا سقطت عليه الأمطار تنقسم مياهها إلى عدة أجزاء يتجه كل جزء إلى نهر أو منطقة في دولة أخرى وكمان سؤال بيطرح نفسه هنا في ظل تطورات التكنولوجية التي نعيشها الآن وهو كيف أثر تطور التكنولوجيا الحربية كيف أثر تطور التكنولوجيا الحربية في الدفاع والهجوم اللي قلنا عليه على القيمة الدفاعية للحدود الجبلية طالما نتكلم على الجبل بقى إلا أنها تظل حدود سياسية مثالية طالما احتفظت بصفتها العائقة كمناطق فصل بين سكان الدولتين المتجاورتين كما أثرت تطور التكنولوجيا في وسائل الاتصال والانتقال والكبير وغيرها إلى تحول هذه الجبال من عام الفصل دلوقتي إلى عام الوصل ده أعزائي بالنسبة للحدود الجبلية طيب لما ناخد بقى النهر حد السياسي حنقول عليها حدود إيه؟ ممتاز حنقول عليها حدود نهرية عندي أنهار كتيرة جدا جدا في العالم بتلعب دور الفصل بين الدول لكن يا ترى هي بقى أشكال الحدود السياسية النهرية يا ترى إيه الحالات بتاعتها يعني؟ آه تقسيم على أساس خط المنتصف اللي هو وسط النهر يعني لو فيه نهر بيفصل بين دولتين أنهي منطقة هاخدها الحد السياسي اللي فيه تلات حالات أول حالة هو أنه نقسم النهر بالنص بالزبط فنسميها يا جماعة هنا خط المنتصف أو وسط النهر مثال نهر ريو جراند بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وهنا لا يراعي الملاحة النهرية يعني عندي نهر يا جماعة اسمه نهر جراند بيفصل بين عندي الولايات المتحدة في الشمال والمكسيك في الجنوب والنهر في النص هو بيفصل بينهم النهر ده تم أخذ الحد السياسي منتصف بالزبط هم هو حظهم بقى دولة يطلع فيها أسماك ما فيهش النص التاني ده فيه عمك ملاحي ده ما فيهش وإلى آخره طيب الحالة التانية بقى تقسيم على أساس العمك الملاحي بقى الناس دول نصحين يا جماعة بقى هذا ده إحنا مش هنقسم النهر بالنص بالزبط إحنا هنشوف أقصر المناطق عمكة ونقسم على أساسها مثال تقسيم نهر الراين بين فرنسا وألمانيا وهو يراعي الملاحة النهرية أنا عندي آخرطة هون عندي نهر الراين بيفصل بين ألمانيا وبين فرنسا هما الاتنين محتاجين النهر علشان يمشوا فيه بالسفن فقالوا خلاص إحنا مش هنقسم على أساس خط المنتصف إحنا هنشوف أكثر المناطق عمكة فين ونعتبرها ده هو لحد الفصل عشان إحنا الاتنين يا جماعة نقدر نستفيد من النهر النوع الثالث بقى تقسيم على أساس إحدى ضفتي النهر وطبعا ده ظالم جدا لأنه هيبقى النهر كله ملك دولة بحيث أهو يجري النهر بكامله داخل دولة واحدة دون الأخرى مثال عندي خط الحدود بين بولندا ودولتين بيلا روسيا وأوكرانيا وده موجود على طول نهر بوج وده أحد روافض نهر فيستولا في قارة أوروب لكن يا جماعة لو حاخد النهر حد السياسي بيفصل بين دولتين يا ترى إيه يا بقى مميزات وعيوب الأنهار كحدود سياسية بقى لو النهر حد السياسي له مزايا إيه هي؟ إنه هو بيبقى عبارة عن حدود واضحة في الطبيعة جدا واضحة جدا بوضوح يعني لأنه ظاهرات طبيعة طبعا بتمثل خطا دفاعيا ومانعا مائيا بيصعب على الجيوش الغازية اجتيازها يمكن هيبقى ممكن آه الجيش بس هيبقى فيه صعوبة يعني عيوب الأنهار بقى كحدود سياسية هي حدود غير مستقرة حيث يتغير مجراها ممكن يبقى فيه وجود جزر في النهر طعوق تحديد الحد السياسي ضفاف هذه الأنهار في معظم الأحيان غير ثابتة بسبب الفيضانات والنحط والإرساب مثال نهر ريو جراند الذي يفصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك حيث غير مجرى فجأة فتحولت منطقة بنكو في عام 1898 من تبعية الولايات المتحدة إلى تبعية دولة المكسيك معنى كده عزائي أن احنا بنقول أن شكل الحد السياسي في الطبيعة متنوع وله أشكال عديدة من أهم هذه الأشكال أنه يتماشى ويصير مع ظاهرات طبيعية سواء مثلا جبل فممكن ناخد الجبل حد السياسي أه طبعا أنا عندي دولة زي الهند والصين بيفصل بينهم كده جبال طويلة جدا اسمها جبال الهيمالاي اللي فيها أعلى كمة جبلية في العالم اللي فيها كمة أفرست أيضا فيه عندي فكارة أوروبا نموذج حي وواضح لجبل بيفصل بين دولتين زي جبال برانس حاليا في شمالها كده دولة فرنسا وفي الجنوب دولة إسبانيا فيه عندي في أمريكا اللاتينية فيه عندي أطول حد جبلي في العالم بقى اللي هي جبال الانديز بتفصل بين تشيلي في الغرب اللي بتطلع على المحيط الهادي ودولة الأرجنتين اللي داخل كارة أمريكا الجنوبية اللي الحد السياسي منع الأرجنتين كجبل الانديز إن هو يطل على المحيط الهادي وبالتالي بيفصل جبال الانديز بين دولتين تشيلي وبين دولة الأرجنتين في أمريكا الجنوبية كذلك ممكن ناخد نهر حد سياسي يفصل بين دولتين ويمكن ده بنسميه بعد كده هناخده في المشكلات قدام الأنهار الدولية اللي هو النهر اللي بيفصل بين دولتين ممكن يظهر علينا الزعب والسرع لأن النهر ممكن يمشي في داخل دولة واحدة زي مصر كده في نهر النيل فالنهر بيقسم الأرض المصرية وكان ده سر تأسمية الصحراء الشرقية والغربية لأن الأرض كانت كلها واحدة فالنهر أسم مصر قسمين كبار بقينا نقول الصحراء الشرقية والصحراء الغربية لكن النهر كله ما عندهش مشاكل جوه مصر يستطيع بيجري جوه الدولة الواحدة لكن في نهر بقى يا جماعة بيصير على الحدود السياسية بين الدولتين بقى هنا الدولتين محتاجين يصطدوا منه أسماك محتاجين يستخدموه في النقل النهري محتاجين يستخدموه في توريد الطاقة الكهربائية محتاجين يستخدموه في النشاط السياحي حتى محتاجين طبعا يستخدموه في الزراعة واستخدام المياه بتاعته وبالتالي بيظهر بقى هنا الصراع والنزاع الدول قالت ايه؟ قالت احنا نقسم النهر ده بنا في دول قالت احنا ممكن نقسمه بالنص بالزبط وخلاص وفي دول قالت لأ حنشوف اكثر مناطق عمكان عشان نوصل بينها وكلينا يستخدم النهر في الملاحة لكن فيه انهار بصراحة الحدود السياسية فيها تعتبر حدود شهازة دوليا وغير معترف بيها الا في بعض المناطق بتقوى بالقوة على فكرة زي كان عندنا نموذج كده في الوطن العربي اللي كان منطقة شط العرب كان بتفصل بين العراق وبين ايران وقامت حرب كبيرة جدا على فكرة بسببها يلا بنا يا عزائي بعد ما شفنا الجبال والانهار كحدود سياسية مجموعة متنوعة من الاسئلة عما سبق عرضه خلال الحلق بما تفسر للحدود السياسية اهمية كبرى في آليات التحديد بين الدول تحدد المساحة الارضية للدولة التي تفرض عليها السيادة تحدد موارد الدولة الارضية على سطح الارض وفي باطنها وتحدد مواردها البحرية تحدد ايضا المجال الجوي والمجال البحري التابع لسيادة الدولة بما تفسر تتمتع الجبال بمزايا عديدة كحدود طبيعية الاجابة الجبال ظاهرة ودائمة ومرئية وعريضة الجبال ظاهرة ووعرة وقليلة السكان فما فيهاش مشاكل كتير صالحة لتكون حدودا فاصلة بين الدول واضحة جدا تعتبر خطوط دفاع تستغلها الدول في اقامة التحسنات للدفاع عن نفسها ضد الغاز الخارجي بما تفسر من دوافع تحديد الحدود بين الدول الرغبات الدول في التنمية الاقتصادية احيانا بالاجابة كان هناك مناطق هامشي بين دولتين وضعوها غامض وغير واضح الحدود بدقة مثل الصحاري والمستنقعات ثم قررت تلك الدول تعمرها وتنميتها واستغلالها واكتشاف الموارد التي بها بعد ان كانت ارض مهملة كذلك كان لابد من رسم الحدود فوقها بدقة لتحديد الحدود بين الدولتين بما تفسر اختلف مفهوم الحدود السياسية قديما عنه حديثا الاجابة لانه قديما في العصور الوسطى وايام الدولة الاسلامية كانت عبارة عن نقاط على هوامش الدولة وقيمت عندها القلاع والاسوار مثل صور الصين العظيم بينما حديثا مع ظهور الدول القومية الحديثة في القرن السابع عشر ظهرت الحدود الخطية المعروهة في الوقت الحالي وايام السورة الصناعية الاولى مع بدايات القرن التاسع عشر استخدمت عمليات المسح الميداني في رسم الحدود بين الدول بما تفسر ترسيم الحدود النهرية على اساس احدى ضفتين نهر يعد تقسيما ظالما الاجابة لانا تقسيم النهر على اساس احدى ضفتين نهر يعد تقسيم ظالم بحيث يجري النهر بكامله داخل دولة دون الاخرى وهنا يتم حرمان دولة بالكامل من مزايا النهر العديدة وهي حق الملاحة النهرية وحق صيد الاسماك وحق توريد الكهرباء وكذلك حق استخدام مياه النهر في الشرب والزراعة والنشاط السياحي مثال على ذلك خط الحدود بين بولندا ودولتين بيلاروسيا واوكرانيا على طول نهر بوج وهو احد روافض نهر فيستول بما تفسر تنافس الاهمية الاقتصادية للحد اهميتها السياسية الاجابة لان للحدود السياسية اهمية اقتصادية عظيمة وهي تحديد نصيب كل دولة من موارد السروة ومراكبة دفك السلع والبضائع عبر الحدود ومنع تهريب السلع والافراد وتحديد الرسوم الجمهورية على السلع المستوردة لحماية المنتجات المحلية والحماية الطبية والصحية للمواطنين من خلال فحص المنتجات المستوردة وصلاحيتها وجودتها للاستخدام بما تفسر تظهر بعض العيوب عند اتخاذ الانهار حدودا سياسية بين الدول الاجابة لانها حدود غير مستقرة حيث تغير مجرها باستمرار لانها توجد بها جزر في النهر تعوق تحديد الحد السياسي لان ضفافها غير ثابتة بسبب الفيضانات والنحط والارساب مثال نهر ريو جراند الذي يفصل بين الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك حيث غير مجرها فجأة فتحولت منطقة بانكو بعد عام 1898 من تبعية الولايات المتحدة الى تبعية دولة المكسيك هيا عزينا ننتقل الى مجموعة اسئلة الاختيار من متعدد ونركز جدا لان اول ما بتسرع واختار اختيار مش صحيح بتضيع من الدرجة على طول اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس يبقى هنرى السؤال الاول بتركيز وبعد النجاو يهتم بدراسة الوزن السياسي للدول وحدودها وعوامل الفصل بينها وبين جيرانها الجغرافيا الطبيعية الجيولوجية البشرية السياسية الاختيار الصحيح الجغرافيا السياسية اختر تمثل البحيرات الساحلية ومصبات الانهار والخلجان معدودة المساحة ثورا من المياه الداخلية المياه الاكليمية الرصيف الكري المياه المحيدة لاختيار الصحيح المياه الداخلية اختر تفصل الجبال الخاصة بمنطقة الال الهملايا البرانس روكي بين اسبانيا وفرنسا الاختيار الصحيح جبال البرانس اختر تضع معاهدات الحدود في المرحلة الاولى الثانية الثالثة الرابعة من مراحل تخطيط الحد السياسي تضع المعاهدات في المرحلة الاولى اختر في شمال مصر يوجد حد جبلي طبيعي بشري لغوي الاختيار الصحيح حدا طبيعيا اختر يحد مصر من الشرق البحر الاحمر البحر المتوسط ليبيا السودان الاختيار الصحيح البحر الاحمر اختر اختر من الانهار الدولية اللي موجودة على خريط العالم نهر الامازون الميسي سبي نهر النيل نهر السين الاختيار الصحيح نهر النيل اختر من وظائف الحدود السياسية الفصل بين الدول الحماية والأمن الحماية الاقتصادية كل ما سبق الاختيار الصحيح كل ما سبق اختر يفس النهر الميسي سبي الراين ريو جراند الكنغو بين الولايات المتحدة والمكسيك الاختيار الصحيح ريو جراند اختر من الانهار المحلية اللي بين دولتين فقط يعني نهر النيل الفولجا الدانوب الميسي سبي الاختيار الصحيح نهر الميسي سبي اختر الحد السياسي بين مصر وليبيا حدا فلكي طبيعي حضاري جبلي في معظم قطاعاته الاختيار الصحيح حد فلكي اللي بيفصل بين مصر وبين ليبيا اللي قلنا عليها جماعة في الحلقة وهو خط طول خمسة وعشرين شرقا اختر تسير الحدود في نهر النيل الفولجا الدانوب الراين بين فرنسا والمانيا مع خط العمك الملاحي مع خط المنتصف مع أحد دفتين نهر ولا مع خط تقسيم المياه الإجابة في الحلتين كاملة بقى تسير الحدود في نهر الراين بين فرنسا وألمانيا مع خط العمك الملاحي اختر يفس النهر النيل بوج الدانوب الراين بين بولندا ودولتين بيلاروسيا وأوكرانيا الاختيار الصحيح نهر بوج وده أحد يا جماعة روافض نهر إيه ممتاز أحد روافض نهر في ستولة اختر يتم الاستعانة بالخارات التفصيلية في رسم الحدود السياسية في مرحلة التعريف والتخطيط التعيين إدارة الحد كل ما سبق الاختيار الصحيح في مرحلة التعيين اختر كل هذه من خصاص الحدود السياسية ما عاد لا تتوجه داخلي أحيانا تضم موارد طبيعية ظاهرة قانونية خطوط ليس لها مساحة الاختيار الصحيح أحيانا تضم موارد طبيعية طبعا دي غير خاصة بالحدود السياسية تبع التخوم اختر من خصائص التخوم ظاهرة بشرية ظاهرة ليس لها أبعاد قابلة للتغيير أو ظاهرة طبيعية وثابتة لاختيار الصحيح من خصاص التخوم أنها ظاهرة طبيعية وثابتة ننتقل عزائي لمجموعة أسئلة ما المقصود ما المقصود بالحدود الطبيعية هي تلك الحدود السياسية التي يتم رسمها على أساس ظاهرات طبيعية واضحة مثلا الجبال والبحار والبحيرات والممرات الملاحية والخلجان وتعد من أقوى الحدود التي تفصل بين الشعوب ويصعب اختراقها وإن كانت تختلف درجة فصلها بين الشعوب تبعا لخصاص الظاهرات الطبيعية على امتداد خط الحدود فمثلا الجبال أكثر منع وقوة من المستنقعات كحدود سياسية بين الدول وتنقسم الحدود الطبيعية إلى جبلية نهرية بحيرية بحرية ما المقصود بمرحلة تحديد الحد السياسي هي بعد الانتهاء من صياغة المعاهدة يتم تقدمها لللجنة الجغرافية المسؤولة عن تحديد الحد السياسي ليه؟ علشان تحدد مساره أو تغييره أو انحرافه بضعة أمتار لتفادي مزرعة أو محاطة وكود أو مبنى أسري وتستعين اللجنة بالخرائط التفصيلية والصور الجوية والمرئيات الفضائية لتعينها على عملها ما المقصود بالحدود السياسية؟ هي خطوط بترسم على الخريطة معترف بها دولياً ومن الجيران تبين الركعة الأرضية للدولة التي تمارس عليها سيارتها وتعطي الدولة حق الاستغلال والانتفاع لتلك الركعة وتنتهي عندها سيارة الدولة لتبدأ سيارة دولة أخرى ما المقصود بمرحلة تعيين الحد السياسي؟ تعيين الحد السياسي يتم هنا تعيين خط الحد السياسي بين الدولتين على الطبيعة ثم رسمه على الخريطة بصورة مطابقة تماماً للواقع ويتم الاستعانة عند تنفيذ ذلك بعدة أشياء منها نصوص المعاهدة الخارط التفصيلية كذلك المعلومات التي جمعها الجغرافيون في مرحلة التحديد من الصور الجوية والمريات الفضائية ويتم تعيين الحد هنا بالأسلاك الشائكة أو أعمدة الحجارة أو الأسمنت المسلح أو بناء الأسوار أو أي طريقة أخرى التخوم بقى عبارة عن مناطق لم تكن الدولة تابعة من الدول أخرى كتعريف لها غير ممسوحة يعني غير معروفة أو مسجلة ونركز أولاً لما يجي وقل لي التخوم أو الحد السياسي عشان ناس بتتلخبط يترى هو عايز التخوم ولا عايز الحد السياسي يبقى التخوم هي مناطق لم تكن تابعة لدولة من الدول وغير ممسوحة أي معروفة أو مسجلة وكانت مجرد مناطق نفوذ ومناطق التخوم عارتاً هي مناطق صعبة وصعبة جداً أن يعيش الإنسان فيها ويستوطنها مثال الصحاري ولكن تم تركها من الدول المتجورة تفق عليها أن هم يسبوها حتى تكون بدور وظيفة الفصل بينهم ما المقصود بمرحلة إدارة الحد السياسي هي مرحلة المحافظة على الحد السياسي وحراسته ومراكبته حتى تستمر فعاليته لذلك يتم الاتفاق على تحديد مناطق عبور الحد السياسي تحديد نقاط التفتيش والجمارك والحراسة والتحسنات يعني مش هينفع أعدي من أي مكان كده حتى لو معي بصبره تأشيرا لا في مناطق معاناة لازم أروح أعدي منها أيضا تحديد لجان فضل المنازعات ووسائل عمله ما المقصود بمرحلة التعريف والتخطيط للحد السياسي هي مرحلة ترتبط بالقرارات السياسية التي تخصص منطقة الحدود وتوضع معاهرة الحدود في هذه المرحلة لتصف الحدود والمناطق التي سوف تخترقها ويفضل أن يكون وصف الحدود دقيق جدا لتقليل احتمالات الاحتكاك والنزاع مستقبلا وإلى هنا أعزائي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة وحتى نلتقي مرة أخرى في حلقة قادمة لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة